رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالد في تصريح خاص لبرنامج الثامنة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية تأخر استكمال التشكيلة الوزارية مشيرا إلى أن عبد المهدي لم يفرض إرادته منذ البدء على البرلمان وأصبح ضعيفا أمام ضغوط ومطالب الكتل السياسية أولا الكل يتحملون بس دكتور عادل عبد المهدي أكثر ناس يجب أن يتحمل المسؤولية لأن في أول يوم هو مفروض من إجال البرلمان جايب 22 وزارة كان مفروض أن يفرض إرادته على البرلمان لا أن يلتزم بكلام ويخرج ثم يجلس ولم يقدم وزارته هذه الضربة الأولى كانت للدكتور عادل عبد المهدي فأصبح ضعيف الآن وهذه الحكومة تشكلت لا على أساس كتلة أكبر تشكلت على أساس تحالف هش بين الفتح وسائرون ثم بعد باقي الكتل أيضا جاءت لمصالح كتلوية حزبية انضمت إلى هذا التكتل حتى تحصل على مغانم ثم بعد ذلك أدما سيد عادل عبد المهدي بدأ ضعيف بدأوا يفرضون علي إراداتهم وبالتالي السيد عادل عبد المهدي لم يستطع وسوف لن يستطع تقديم وزارته وحتى لو قدم وزارته ما راح تدوم أكثر من ستة شهر إلى سنة باعتبار أن الكتل السياسية ليش هذا التشامل؟ نعم هاي حقيقة يعني مو أنا متشامل هاي حقيقة يعني انت شد تشوف الوضعية البلد محترق وهمة دا يتقاسمون على وزير وزيرين